حسام حسن وابراهيم حسن أمام عيني جمعين النادي الأهلي كانت بتروح التتش فرع تدريبات النادي الأهلي عشان تشوف حسام حسن وابراهيم حسن حسام حسن وابراهيم حسن لما راحوا نادي الزمالك في صفقة تاريخية يا دي صفقة القرن الحقيقية يعني جمهوري الزمالك ملا مدرجات هلم زمورة وكانوا الناس في الشارع كمان كتير الناس بتروح وراء حسام وابراهيم حسن ده في جماهير كورة دي كانت حتى قصة شهيرة يعني يعني فيه ناس كتير تسألهم لوقتي تعالوا لزمالكاوي يقولك أنا زمالكاوي ليه رؤ انت زمالكاوي ليه؟ أرجوك كنتم بحب حسام حسن جدا فلما راحوا الزمالك حسام وابراهيم لما راحوا الزمالك بقيت حب الزمالك فحسام وابراهيم مؤثرين جدا في الكورة اختلف اتفق قدروا حياتهم بشكل سليم ما قدرهاش بشكل مثالي تصريحاتهم عصبيتهم قول زي ما تقول بس الاتنين دول نجوم رائعين في تاريخ كرة القدم المصرية أساطير بكل معنى الكلمة إن شاء الله ربنا يكرمهم بإذن الله بإذن الله وبرضو ما فيش حاجة مضمونة هتقول لي أكريم انت بشه قلته حسام وابراهيم ناس عظيمة هم المنجحوش إن شاء الله بإذن الله ينجحوا بس لو واحد في المليون يعني ما حصلش ما فيش حاجة مضمونة في الكورة والله ما فيش حاجة مضمونة في الكورة لو معنا بيب جورديولة هطلع قولي نفس الكلمتين هقولك لا مش ضامن ان بيب جورديولة ينجح مع منطقة مصر عادي جدا ديكور يشتغلوا ويتعبوا ويكتهدوا وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله معهم مهم يلموا الدنيا يلموا الناس كلها يلموا لعبة منتخب مصر وربنا يكرم في البقية